الله والله بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في روضة القرآن وهذه الحلقة الحادية والثمانين بعد المائة والألف ونحن نتحدث عن آيات في سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى يمن علينا بأنه خلق لنا طعاما وجعل لنا من بطون الأنعام طعام بطون الأنعام يعني بطون البقر بطون الجموس بطون الماعث والله سبحانه وتعالى يخرج لنا طعاما من بطون الأنعام إيه الطعام ده؟ طعام ده لبن واللبن ده بنطلع منه الجبنة والزبدة والإشطة والزبادي تقريبا نص الطعام نص المائدة في الفطار والغدى والعشاء من بطن الحيوانات طب يعني إزاي بنطلع من بطن الحيوانات؟ قال تعالى في سورة النحر الهي 66 وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وبص للتعبير القرآني من بين فرث الروس لما بص الأعشاب أو الأكل اللي أكلته الحيوانات أكل كتير جدا علشان بقرة تطلع لي 40 كيلو لبن في اليوم أو 20 كيلو لبن في اليوم يعني صفيحة لبن يا ترى صفيحة اللبن دي قالت قالت أدي إيه أكل عشان تطلع لي صفيحة اللبن دي وصفيحة اللبن دي طبعا الأكل بيمتص ولما يمتص يجري على طيار الدم وبعدين يروح على الغدل الغدد اللبنية في الضرع وبعدين الغدل بتحوله إلى لبن أنت عمليات معقدة جدا ومع ذلك كل هذا يتم بسرعة فائقة في بقرة بيجيب كل يوم 20 كيلو لبن و30 كيلو لبن يعني في بعض البلاد البقرة بيجيب 2 كيلو 3 كيلو بقر البلدي أو الجاموس البلدي 2 كيلو 3 كيلو قدل بيجيبهم البقرة لكن في بقر بقى الكبير ده الأوروبي شورتهورن والأنواع الأخرى بيجيب يعني ضرعها بيملص صفيحة وصفحتين لبن كل يوم المصانع اللي شغالة دي المصانع العملاقة اللي شغالة كل يوم كل يوم إزاي يعني يعني أنهي مصنع هل تستطيع أي قوة بشرية أي قوة أي مصنع أنه ياخد مواد غذائية كربوهايدريت وفيتامينات وبروتين ويقدر يضربها ببعض تخلط كده ويطلعها لبن واللبن ده نطلع منه بعد كده زبادي ونطلع منه لبن رايب ونطلع منه إشطى نطلع منه بعد كده زبدة ونطلع منه سمنة ونطلع منه تلاتين أربعين نوع من الجبنة يعني كل أنواع الجبنة الجبنة العادية والجبنة المطبوخة والناس مش عارف يعني إيه جبنة مطبوخة جبنة مطبوخة بنجيب بطاطس ونسلق البطاطس ونهرس البطاطس ونعط على لبن ونعجن اللبن مع البطاطس ويطلع معجون اسمه معجون الجبنة المطبوخة معجون الجبنة المطبوخة ده بنعمل منه الجبنة الشيدر والنستو والمش عارف ايه وقوالب الجبنة ولو عتقناها شوية بنطلع منها رومي حاجات غريبة كده يا ترى تعرف يعني ايه جبنة مطبوخة دلوقتي الناس طبعا يعني بدأت تحول اللبن مش الى لبن عادي بدأت تحول لبن الى بودرة فاتجففه لما تنشف اللبن تحولوا البودرة وتبيعوا لبعض البلاد على انه شكاير شكاير كده بودرة زي بودرة النشا وبعدين المصانع تاخد البودرة دي وتعمل منها زبادي وتعمل منها لبن رايب وجبنة وجبنة مش عارف ايه وا 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 وطبعا دي كلها جبنة بودرة يا ترى في فرق ما بين الجبنة البودرة والجبنة البلدي دي عايزة حد خبير مش عايزة اقول لكم ان تلات اربع الجبنة اللي موجودة في المحلات كلها باسماءها الممتازة ومصانعها العملاقة كلها جبنة بودرة واي واحد بيجيبش كرتين لبن بودرة واضربهم يعمل منهم زبادي يحط عليه فاكهة ها يبقى زبادي بالفاكهة ويحط عليه مش عارف لبن بالفاكهة وزبادي بالفاكهة وزبادوه ومش عارف كل دي قلبن بودرة حتى الجبنة طب تفرق ايه اذا كانت ده لبن بودرة ولا لبن طبيعي اللبن بتكوينه ربنا حطت فيه فوايد عظيمة جدا لو نشفته وجففته نص الفايدة طارت تلتة اربع الفايدة طارت تلتة اربع الفايدة طارت في الشرش حتى المادة المتبقية من اللبن بعد الجبنة الشرش نفسه السائل اللي بيتبقى بعد الزبادي سائل ده مفيد جدا مليان ايونات واملح معدنية وفيتامينات السائل بتاع الزبادي ده طب احنا بنتخلص من كل ده وبنبتدي نجافة في اللبن ها تلتة اربع فوايد اللبن بتضيع وبعدين يتبقى عندك بقى شوية الدسامة شوية وانضيف بقى مضيفات طعم ايه طعم الفراولة طعم الخوخ طعم مش عارف ايه طعم كلها مضافات كمائية كلها مسرطنة ويتحول اللبن الى حاجة جميلة جدا وفي قاعدة خطيرة اللبن مثل الدم لا يخلط يعني ايه لا يخلط ما ينفعش اركب لواحد كيس دم وحط له مع الدم مضادة حيوي وفيتاميين ما ينفعش بز اللبن بز الدم الدم لا يخلط اياك تحط على كيس الدم حاجة بز الدم واللبن لا يخلط اياك ان تضع على اللبن شيء طب واخوانا بقى اللي حطين عليه طعم الفراولة والخوخ والشوكولاتة وعشان الاطفال وعشان الكبار ضاع اللبن يا استاذ كده ضاع اللبن عشان كده ربنا تبارك وتعالى قال لنا في الجنة في الجنة ان شاء الله مثل الجنة التي يقعد المتقون فيها انهار من ماء غير عاسب وانهار من لبن لم يتغير طعمه معلوش فراولة ولا شوكولاتة وانهار من عسل مصفى وانهار من خمر لذات للشاربين حاجة كده بس ما تعملش للناس سكر ولا حاجة تعرف كلام ربنا تعرف اشارات ربنا في حاجات لا تخلط الدم لا يخلط واللبن لا يخلط تعرف حكاة دي طب احنا بقى عندنا كل المصانع بتخلط تخلط كلها مصرطنة كلها مواد مصرطنة من اول حموضة المعدة للفشل الكلوي للفشل الكبدي للسرطان وعاوزين اللبن بالشوكولاتة واللبن بالفراولة واللبن بالمانجا كل ده لا يجوز منفعش اللبن لبن مش عاجبني لبن اخده زبادي بلد طبيعي عاوز فاكه اخد فاكه عاوز عصير طبيعي اخد عصير طبيعي مواد حفظة لا مكسبات لون والطعم لا عشان كده ربنا بقول وإن لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا على شوكولاتة وفراولة لبنا خالصا سائغا للشاربين معلوش حاجة وفي اتنين ما يدخلطوش لللبن ولا الدم ممنوع مين يفهم كده وإحنا عندنا علماء يقدروا يقولوا كده فعشان كده آية واحدة عايزة مصانع كيف ينتج اللبن ازاي تتحول الاعشاب والنباتات في بطن الحيوانات وتمتص وتحول الى لبن غني بالكربوهايدريت والفيتامينات والبروتينات والأمينو والأمينو أسيدز وحاجة اسمها الأملاح المعدنية اللبن ده غذاء كامل عارف يعني غذاء كامل يعني الطفل لما يولد في بطنه من بطن أمه يكفيه اللبن مش محتاج غذاء تاني العجل اللي تولد والبقرة ترضعه وجمس ترضعه ده غذاء كامل مش محتاج غذاء إضافة ده غذاء كامل عشان كده علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نيجي ناكل لما نيجي ناكل أي أكل بعدما نخلص نقول الحمد لله لازي رزقنا هذا اللهم باركنا فيما رزقتنا وارزقنا الخيرا منه أي أكل لحمة فراخ حمام أي أكل ما عادت نين اللبن والعسل اللبن والعسل لما ربنا يرزقك لبن صافي طبيعي لبن صافي طبيعي مش مجمد ولا بودرة ولا عليه شوكولاتة ولا فراولة لبن صافي لما ربنا يرزقك لبن أو منتجاته زبادي جبنة كذا لما ربنا يرزقك لبن أو يرزقك عسل أنت حتقولي عسل ناح حتقولي الحمد لله الذي رزقنا هذا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه ليه زدنا ليه مرزخناش خيرا منه أي أكل طول الله مرزخنا خيرا منه ما عدا العسل واللبن اللهم زدنا منه ليه لأنه طعامه أهل الجنة ولو أنت عاوز أحلى طعام في الدنيا وأسهل طعام هضما هات لبن رايب أو زبادي وخد كباية اضربها في الخلاطة على كبايتين مي حط عليها معالية عسل نحن واضرب عليها لمونة بإشرة ده أعظم طعام على وجه الأرض وأبسط طعام على وجه الأرض وأسهل هضما وامتصاصا كباية زبادي أو لبن رايب معالية عسل لمونة بإشرة أضربهم في الخلاط واشربوا زبادي خلاط مالوش حل هضما وامتصاصا إن شاء الله نلتقي في حلقة قديمة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته